اشتركوا في القناة وهذا الشي شفنا سابقا ومع الاسف يعني ما في طرق كتيرة لحتى تقدر تجمع هاي العملة يعني مسابقا في الجزء الاول من اللعبة كان في كتير طرق بتقدر تجمع منن عملة كوينز بس حاليا بالجزء التاني من اللعبة اللي معنا اليوم يعني في صعوبة كتير بخلال جمع العملة هاي وصراحة يعني في كتير ناس ملوا من اللعبة وخلاص حزفوا فمشانك يا جماعة الخير اليوم في عنا طريقة يمكن تصير معكم ويمكن ما تصير يمكن تصير على بعض الاجزاء واجزاء لا في يا جماعة الخير الطريقة هي انك تروح تختم مهمات الموجودة في اللعبة يلي بيعطوك عملة كوينز وبيعطوك فلوس من اللعبة كمان ومن خلال هادول الاشياء رح تقدر يمكن تجمع الفلوس مرة تانية ويمكن لا في يا جماعة الخير تعبوا المقطع للاخير لحتى تعرفوا كيف الطريقة ويلي عم بيشوف المقطع بعد سنة او سنتين او ثلاثة فحاول انك تشوف تاريخ المقطع يعني لا تجي تقول لي انه ما زبطت عندي وزبطت عندي وما بعرف شو هي عبارة عن اقتراح عن يعني طريقة بسيطة يمكن تصير ويمكن لا جربة انتماء القناة خاصة بان شيء وهي لا لا بالتحكير ولا بالتعديل ولا بايشي خاص باللعبة في يا جماعة الخير رح نروح نشوف الطريقة ونشوف باقي الطرق التانية يلي بتجمع من خلالها فلوس فلذلك يا جماعة قبل ما بدى المقطع لا تنسوا مصلاة لعنبي ولا اكتركوا فيزر طيب يا جماعة الخير اول خطوة رح ناملة يا جماعة واللي هي رح نروح على قسم الاعدادات مشان نضيف حسابنا لجوجل او نام الحساب او اكونت في اللابة طبعا رح ندخل على الاعدادات منروح على قسم الاكونت هون بيزهر لك sign in هيك الزر بتضغط عليه بيقل لك ضيف حسابك لجوجل او اذا كان في عندك حساب سابق طبعا انت بتضيف حساب جوجل جديد او عندك حساب طبعا وبتحطه وبتكتب الكلمة السر اول مرة وتاني مرة وهيك بيصير عندك احساب داخل اللابة بعد ما تعمل هاد الشي بتحط رجوع وبيظهر عندك على طرف اليمين الديلي تاسك هادول الديلي تاسك يا جماعة الخير هنن مهمات يومية من خلالهم رح تجمع فلوس او عملة كوينز في اللابة غير هاي الطريقة ما في لحد الان يا جماعة يعني غير انه مثلا انك تروح تعدل احسابك بلعبة معدلة وتجي تحطه به هاي اللعبة الاصلية او اذا كان دقت هكر اللعبة وكذا وكذا وهذا الشي ما رح اقدر احكي عليه بهذا المقطع لاني ممنوع بالنسبة لسياسات اليوتيوب وبنفس الوقت لسياسات اللعبة فما لي مضطر اني اروح القناة تبعي مشان هالطريقة هاي فهي بصراحة يا جماعة الخير حاليا رح نضغط على قسم الديلي تاسك هون في عنا مهمات يومية هادول المهمات بيعطوك هون كل 24 ساعة هون في عنا مهمات مسلا لازم تصلح السيارة خمس مرات او تشتغل تاكسي او تشفط تفحط في السيارة او كذا يعني بيعطوك هايك مهمات من صعبات كتير صراحة فبتجمع من خلال هادولة العملة الكوينز متل ما شيفين اول مهمة ختمت انا عطوني عليها 20 الف وعطوني عليها 40 نقطة كوينز والمهمة التانية كمان 30 الف وبيعطوك عليها 60 نقطة واخر مهمة بيعطوك عليها 100 نقطة كوينز فكل يوم تقريبا رح يعطوك 200 عملة كوينز اذا كان ختمت الثلاث مهمات اللي بيعطوك طيب يا جماعة بالنسبة للفكرة اللي تكو عليها من شوي هي فكرة انه بدك تعدل على الوقت يلي عب يمشي فوق طبعا هاي الفكرة يمكن تصير ويمكن ما تصير يا جماعة فأنت وحزاك يمكن تزبط على الايفون يمكن تزبط هون يمكن ما تزبط يعني هي شغلة عبارة عن يعني شو مدي حكي لكن حيلة عرفتوا كيف فأنت جرب لا ما تزبط لما لا فحاليا يا جماعة الخير رح نروح مباشرة نسكر اللعبة ونروح على قسم الاعدادات تبع الجوال بتروح مباشرة على قسم التاريخ والوقت الخاصين في الجوال تبعك وبتوقف الوقت التلقائي يعني يعدلك الوقت التلقائي يعني مو بي مثلا انت بتعدل الوقت والتاريخ في الجهاز تبعك هو بيعدلك يوم تلقائي فبتوقف هاي الميزة وبتحط التاريخ على حسب مثلا هون في عنا 8 ساعات لازم ننتظر لبين ما يتبدلوا هدول المهام طبعا انت بتكون ختمت المهمات يا جماعة تروح تعيف المهمات الجداد ما عملت فيهم شيء وتروح تعدل على التاريخ لا بدك تروح تختم المهمات اللي عم نحكي عليهم وبعدين تشوف كم ساعة باقي لبين ما يطلعوا لك مهمات جداد وهيك بتروح مثلا بعد 8 ساعات رح يطلع مهمات جديدة اللي نفترض اذا كانت الساعة واحدة بتحطها مثلا الساعة 9 او الساعة 8 هيك انت بعد ما تعدل الوقت بتدخل على اللابة بتروح مباشرة على الدايلي تاسك وبتشوف الوقت كيف نقص فهي الطريقة يا جماعة الخير يمكن تصير ويمكن لا تصير فانت جرب وكتب لي في التعليقات هاي اول نقطة بالنسبة للنقاط الثانية جماعة واللي هي اذا كان بدك تجمع عملة بالنسبة لللعبة مثل الدولار لاني عملة الكونز موجودة فقط في هذا المكان في الدايلي تاسك اللي موجودة في القائمة الرئيسية طبعا رح ندخل مباشرة على قسم ستارت ونروح على الليفل طبعا هون بيمكانك تصف سيارات وما سيارات وهيك متل ما رح تشوفو هلا قدامكن طبعا بتجي بتصف هاي السيارة بهالشكل طبعا بيقلنا هون كيف نعمل له هيك متل ما شايفين بتجي بتمسوك السيارة هيك وبتروح بتصفها في المكان اللي محددي للك يا يا للشكل شايفين طبعا هاي المهمة احيانا بتختم مرتين بيعطوك فلوس زيادة واحيانا اذا كان ختمتها 4-5 مرات ما بيمشي الحال فانت وحظك كمان يعني اللعبك اللات رايحة على حظ فقط عرفتو كيف هون متل ما شايفين المهمة البعدة وهيك فرح نحط رجوع ونروح لداخل اللعبة كمان ونشوف شو الوضع طبعا رح نضغط على start فرح ندخل مباشرة على قسم single player او multi player ما بيأسر جينا دخلنا على اللابة يا جماعة الخير رح نروح على قسم الموبايل في عنا بقسم الموبايل اذا كان ضغطت على taxi بيظهر لك هون المهمات او التوصيلات اللي بتقدر بتوصلن هاي الميزة فمسلا نحن رح نختار شي طريق يكون قصير كتير مثلا هاي متل ما شايفين مكانه كتير قصير رح نروح نشتغل تقسية جماعة الخير فبس اول شي لازم نروح ناخد الراكب متل ما شايفين بتجي لهون هادا هو الراكب تنتظره لما يركب معك بتلف معلم متل ما شايفين ادامكم تطلع للطريق بتوصل الراكب للمكان محددين على الخريطة يعني اكيد بتعرفوا هاي الميزة ما في داعي اشرح لكم عليها اسألت لحالي بما انه عملنا هالمقطع هاد لحتى نورجيكم الطرق اللي بتجمع فيها فلوس فاطل حالي لازم نعمله فامتل ما شايفين ادامكم بالشكل هاد بتجمع الفلوس طبعا هاي المهمة او التاكسي بتفيدك اكتر شي بالمهام اليومية اللي حكينا عليها من شوي فهيا جماعة الخير طريقة بتجمع فيها فلوس وكمان بيمكانك تروح تاخد فلوس بس من اشتريت المطاعم اللي بتكون على الطرق وهيك فكل شوي بيصير في عندك فلوس فهاي طريقة كمان وفي عنا طريقة كمان يا جماعة واللي هي انك تجمع السنديق الموجودة في الطرق طبعا يا جماعة الخير هاد هو مقطعنا اليوم ان شاء الله يكون اعجبكم في كتير يمكن اشياء تانية بتصير في الايام القادمة يعني من خلال التحديثات وهيك بس انا عملت هاد المقطع للناس يلي عبيحكوا على مبدأ انه كيف نجمع فلوس وكذا بخلال هاي الايام يعني بعد ما نزت اللعبة بكم يوم عرفتو يمكن بعد فترة معينة ينزل مهمات تانية او اشياء تقدر تجمع من خلالها فلوس وعملت كوينز بطرق غير هاد طرق هاي فيها يا جماعة اذا صار في شي جديد كمان رح اخبركم ورح اصر معكن وهلا يا جماعة متل ما شايفين لاينا هون صندوق عطونا فيو 8000 دولار شايفين فعلى هو يصير هيك سنديق نقدر نجمع من خلالهم عملت كوينز بيكون افضل وافضل وغلا يا جماعة الخير وصلنا كل هنا هات المقطع ان شاء الله يكون اعجبكم واسرر معكم كتبولي في التعليقات اذا صبتت معكم الفكرة اللي حكيت لكم عليها او لا وغلا يا جماعة لا تسروا مصر على النبي وغلاك الاشتراك تفيز رجل ساتسوكم كل جديد وهم الشيء الدعاء لاخواننا في غزة واذا في عندكم طرق بتعرفوه غير الطرق اللي حكيت عليها كتبولي في التعليقات مشان نعمل عليها مقطع ونفيد باقي الناس وغلا يا جماعة بترككم بأمان الله وسلام